مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا بكم أبنائي والله بالصف الثامن من المرحلة الأدرية مع درس جديد من دروس مادة العلوم وبإذن الله سوف نبدأ بقيمة اليوم وهي بالنشاط والجد والاجتهاد يعلو وطننا يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى الكسالة أكثر الناس هما وغما وحزنا ليس لهم فرح ولا سرور بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل ويقول الشاعر العلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوتا العزي والشرفي اتعالوا معا نبدأ الدرس الثالث من الوحدة الثانية ما أنواع التفاعلات الكيميائية موضوع درس اليوم هو تفاعلي التفكك الحلالي والتعادل افتح كتابك معي صفحة 77 وتابع معي ماذا نتعلم من مهارات في درس اليوم وهي أهداف الدرس أن نستقصي أين تتبع أنواع التفاعلات الكيميائية ونلاحظ ما بها من تغيرات ثانيا أن نصف تفاعلي التفكك الحلالي والتعادل ونعبر عنهما بمعادلات كيميائية تعالوا معا نتذكر ما أخذناه في الحصة الماضية قلنا فيها أن هذا الشكل أو هذه الصورة تدل على تفاعل مام احتراق وهذه الصورة أيضا تدل على تفاعل أكسدا وهذه الصورة تدل على تفاعل تفكك حراري وهذه الصورة تدل على تفاعل تعادل حمض مع قلوي إذن هذه الصور الأربع تعبر عن أنواع التفاعلات الكيميائية التي سوف ندرسها هذا العام وفي الحصة الماضية أخذنا معا الاحتراق وأخذنا الأكسدا وبإذن الله تعالى في اليوم سوف نتحدث معا عن تفاعلي التفكك الحراري والتعادل تعالوا معا نبدأ الدرس بهذا النشاط أو ثالثا تفاعلات التفكك الحراري لاحظ معي هذا النشاط لو قمنا بإحضار أمبوبة أو بوتقة وضعنا فيها هذه بسمة بوتقة وضعنا فيها مادة كبريتات النحاس الزرقاء وقمنا بتسخين هذه المادة على اللهب لمدة خمس دقائق ماذا يحدث لها؟ نلاحظ أنها سوف تتحول للون الإسود وهو أكسيد النحاس ويتصاعد دخان أو غاز هو غاز ثالث أكسيد الكبريت نستطيع أن نقول من هذه التجربة أن ملاحظتنا هي أولا تحلل كبريتات النحاس الزرقاء إلى أكسيد النحاس ذو اللون الأسود كما هو موضح في هذا الطبق ثانيا تصاعد غاز وهو غاز ثالث أكسيد الكبريت ثم نستطيع أن نمثل هذا التفاعل بمعادلة كيميائية وكما قلنا في الحصة الماضية أن المعادلة الكيميائية لها ثلاث عناصر رئيسية العنصر الأول هو السهم وتكتب عليه شروط التفاعل إن وجدت كما هو موضح شرط التفاعل هنا هو الحرارة العامل المؤثر ولا يتم التفاعل إلا بها على يصر السهم تكتب المواد التي دخلت التفاعل وهنا في جميع التفاعلات التفاكك الحراري فإن الداخل يكون هو مادة واحدة فقط أي أن المتفاعلات مادة واحدة فقط أما النواتج هي أكثر من مادة وهي ما تتفكك إليه المادة المتفاعلة وهنا كابريت نحاس تتفكك إلى أكسيد النحاس الأسود وغاز ثالث أكسيد الكابريت ماذا نستنتج من هذا التفاعل؟ نستنتج أن تفاعلات الانحلال الحراري أو التفاكك الحراري هي عبارة عن تفاكك المادة الوحدة إلى مادتين أو أكثر معنى هذا أن هذه التفاعلات تتميز بأن المتفاعلات مادة واحدة والنواتج أكثر من مادة تعالوا معا نقوم بوصف تفاعل التعادل ولكي نفهم هذا التفاعل نقوم بإجراء النشاط التالي لاحظ معي هنا وركز وقوم بتدوين ملاحظاتك هنا نحضر نحضر محلول حمض الهيدركلوريك ورمزه HCL ونقوم بوضع عشرة ملي منه في هذا الدورق المخروطي كما هو موضح بالشكل قمنا بوضع عشرة ملي من حمض الهيدركلوريك داخل هذا الدورق المخروطي ثم نقوم بإحضار كاشف الفينول في ثلين وهي الزجاجة الموضحة بجوار الدورق ونضع منها نقطتين داخل هذا الكأس المخروطي ثم نحضر محلول هيدروكسيد الصوديوم واحد مولر ونقوم بوضعه أو بوضعه في السحاحة الموضحة بالشكل كما هو موضح سوف نأخذ قمع هكذا ونقوم بصب محلول هيدروكسيد الصوديوم من القمع داخل السحاحة حتى تمتلئ السحاحة إلى ساعتها كاملة ثم نقوم بوضع الدورق أسفل السحاحة ونفتح السحاحة ونقوم بإنزال محلول هيدروكسيد الصوديوم تدريجيا كما هو موضح نلاحظ تكون لون ويختفي تكون لون ويختفي عند سقوط المادة هكذا تكون لون ويختفي لماذا؟ لأن هيدروكسيد الصوديوم الذي ينزل من السحاحة يتفاعل ويتعادل مع حمض الهيدروكسيد الصوديوم لذا يختفي أو يختفي اللون هكذا هذا اللون الوردي ونستمر في إنزال محلول هيدروكسيد الصوديوم حتى يصبح المحلول في هذا الدورق كله ورد اللون كما سنرى تابع معي كلما نزلت قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم كلما تكون لون ولا يلبث أن يختفي لماذا؟ بسبب تعادل الحمض الموجود في الدورق مع محلول هيدروكسيد الصوديوم الذي ينزل من السحاحة هكذا لاحظ معي اللون يظهر ويختفي بسبب تعادل الحمض مع القلوة حتى نصل إلى نقطة معينة نلاحظ أن المحلول كله سوف يصبح لون وردي الشكل وهذه الحالة التي سوف نراها الآن هكذا عندئذ تلون المحل كله باللون الوردي ولم يختفي لماذا؟ لأن كمية هيدروكسيد الصوديوم التي سقطت من السحاحة في الدورق قد تعادلت مع حمض الهيد بكتوريك وبالتالي أي زيادة من هذا المحلول يؤدي إلى جعل اللون ملوم باللون الوردي كما هو موضح بالشكل عندئذن يكون التفاعل قد انتهى وقد تعادل الحمض مع القلوي كما هو موضح بالشكل لاحظ معي أن كمية هيدروكسيد الصوديوم التي تعادلت مع الحمض كم؟ اقرأ اقرأ معي لاحظ حوالي 25 واثنين من عشرة ملي من هيدروكسيد الصوديوم كانت كمية كافية للتعادل مع الكمية الموجودة في الدورق من حمض الهيدروكسيد المخفف اذا ما هي ملاحظاتك حول هذا النشاط الذي قمنا به ماذا سجلت من ملاحظات تمام اسمعكم تقولون أن لون الكاشف داخل محلول حمض الهيدروكسيد تدريجيا يتغير حتى يختفي تماما أو حتى يظهر لون وردي وعند هذه الحالة نصل إلى نقطة التعادل بين الحمض والقلوي يعني أصبح المحل ليس حمضي ولا قلوي ولكنه أصبح متعادل ويمكن التعبير عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية لفظية كما هم وضح بالشكل نقول أن الدورق كان به حمض الهيدروكسيد المخفف والسحاحة كان بها محلول هيدروكسيد الصوديوم حدث بينهم تعادل وتكون محلول كل يريد الصوديوم هو ملح متعادل والماء مادة متعادلة أي أنه نتج من هذا التفاعل مواد متعادلة لا تغير لون أي كاشف لذلك أطلق على هذا التفاعل اسم التعادل الاستنتاج نستنتج أن التعادل هو تفاعل حمض مع قلوي لينتج ملح وماء ويمكن التعبير عن التفاعل السابق بمعادلة كيميائية كما هو موضح بالشكل حمض زائد قلوي ويسمى متفاعلات ويكون ملح أو ملح زائد ماء ويسمى نواتج وبعينهما سهم هذا السهم يشير إلى اتجاه التفاعل وكما هو ملاحظ السهم هنا لا يوجد عليه أي شيء لماذا لأن هذا التفاعل يتم تلقائ دون أي شرط فإن وجد شرط في التفاعل يكتب على هذا السهم ملاحظ هم جدا تفاعل التعادل هذا له دور كبير في علاج حمورة المعدة لأننا عندما نشعر بحرجان في المعدة أو حرجة في المعدة هذه الحرجة نتجه عن وجود كمية كبيرة من حمض الهيد الكلوريك في المعدة هذه الكمية نعادلها عن طريق أخذ مادة أقلوية أو الفوار الذي يصفه لنا الطبيب فتروح هذه الحرقة من المعدة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته